السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبابي أبطال أول عدالي عاملين إيه وحشتون إيلان جدا يارب تكونوا كلكم بخير إن شاء الله نهارده نحلة مع بعض محافظة دميات رقم 12 وقبل ما نبتدي نعمل لايك للفيديو شير والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس لكل عشان يوصلكوا كل جديد بأمر الله نسمى الله ونصلى على الرسول اللهم صل واسلم ومبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أولا الجغرافية أمام خريطة صموء للعالم أكتب مدلول الأرقام الموقعة لهم زي ما احنا شايفين تعالوا نشوف الأرقام على الخريطة بتشير إليه رقم واحد على الخريطة دائرة عرض الاستواء قارة أسيا بحر داخلي هو البحر الأحمر رقم أربعة على الخريطة المحيط الهدي به أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة تتمثل المياه العزبة في المحيطات والبحار والبحيرات الإجابة خطأ عشان المياه اللي بتتمثل في المحيطات والبحار والبحارات إيه يا حبيبي؟ المياه المالحة تفيد دوائر العرض في تحديد الزمن وفروق التوقيت خطأ طب إيه التصححة هي خطوط الطول اللي بتفيد في تحديد الزمن وفروق التوقيت تدور الأرض الأرض حول الشمس من الغرب إلى الشرق الإجابة صحيحة الجاذبية على كوكب الأرض أكثر من الجاذبية على كوكب المشترى خطأ وهنا أكثر من الجاذبية على كوكب الأرض تنحرف الرياح يسار اتجاهها في نصف القرى الأرضية الشمالي الإجابة خطأ يسار يبقى في نصف القرى الأرضية الجنوبي يبقى الإجابة خطأ وتصححها الجنوبي رقم جيم بما تفسر تعد الرياح أهم عوامل تشكيل سطح الأرض في المناطق الصحراوية والسؤال لحبيبي من الأسئلة المهمة اللي بتتقرر كتير في الامتحانات حيث تقوم الرياح بنحت السخور ثم نقل المفتتات ثم إرسبها في مناطق أخرى والتي ينتج عنها العديد من الظواهر التدريسية مثل الكسبان الرملية والمنخفضات صوب ما تحته خط الشمس أقرب إيه للأرض وهي مصدر الضوء الحرارة أقرب النجوم عشان الشمس من النجوم مش الكوكب الدورة اليومية للأرض ينتج عنها ظاهر التعاقف فصول السنة الأربعة تصحيح العبره يبقى الدورة السنوية كان اليابس كتلة واحدة تسمى بنجاية تكونت الجبال المخروطية جبال المخروطية يبقى بفعل البراقين الكوكب الذي يدور كأنه ماس زرقاء هو كوكب نبت القرى التي تقع بأكملها في نصف القرى الأرضية الشرقي هي قارة أستراليا يقسم سطح القرى الأرضية إلى نصفين متساويين شرقي وغربي هو خط جرينيش توجد جبال القلب في قارة أوروبا عندما تتعمد الشمس على مدار الجدي يحل في نصف القرى الأرضية الجنوبي طالما قال لي في نصف القرى الأرضية الجنوبي هقول له الصيف ترتبط الكسافة السكانية بمناطق السهولة كسافة السكانية يعني إزدحام سكاني طبعا هيبقى فين في السهول ماذا يحدث إذا؟ ظل العالم كتلة واحدة لم تنكسر ولم تنفصل رقم واحد لم تظهر القرات والمحيطات والبحار المعروفة حاليا اتنين لا تشابهة الأقاليم المناخية وبالتالي يحدث تشابه في خصائص النبات والحيوان رقم ثلاثة سوف يعيش السكان في كتلة واحدة وبالتالي تتشابه أنشطة السكان ومصغير حياتهم هيبقى عندي ثلاث حاجات ثانيا التاريخ لمن تنسب الأعمال التالية أمر بنحتة مثال أبو الهول خفرة بنى عاصمة إخناتون سوري بنى عاصمة أخيتتون واتخذها عاصمة للبلاد هو مين؟ أم حطب الرابع نخلى بلنا أم أنه أم حطب الرابع بتكرر كتير أو هقول عليه إخناتون لتنصح قامة أقامة هرمان هرمان فيها ورابي الفيوم أم نمحات الثالث أكتبه لكم هنا أم نمحات الثالث أسس الأسرة الخامسة هو مين أوسر كيف اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين كانت أولى خطوات المصريين القدماء للتدرج نحو الوحدة السياسية هي ظهور الكرة خاد معرقة قادش ضد الحيسيين مين الملك اللي كان ضد الحيسيين وكان هو خاد معرقة قادش الملك رامسيس الثاني يتم جني المحصول من منتصف فبراير حتى منتصف حتى منتصف يونيو صنع المصري القديم ملابسه مين الكتان صاحب النفوذ المطلق في مصر القديمة هو الفرون احتلوا مصر عالم 525 قبل ما ادوى قدوا على الأسرة الـ 26 همين الفرس جيم من نتائج التي ترتبت على ضعف ملوك الدولة الوسطى بعد الملك من محاية السالس ترتب على ذلك انهيار وسقوط الدولة الوسطى وانتهاء عصر الرخاء الاقتصادي ووقوع مصر فريسة في يد الهكسوس واستلقهم على خيراتها رتب الأحداث التاريخية الآتية من الأقدم إلى الأحداث أقدم حاجة عندي هي بناء مدينة منف أقدم حدث عندي بعد كده بناء قلعتين سمنا وقمنا والفتح الإسلامي لمصر وأخيرا اكتشاف مقبرة توت عن خآمون اكتب ما تشير إليه لبارات الآتية حالة الضعفة التي تسود بعض الدول في فترات تاريخية معينة نتيجة ضعف الملوك المفهوم ده من المفاهيم اللي بتتكرر كتير بس في الامتحانات السابقة كان بيجيب لك المصطلح نفسه يعني يقول لك اكتب لي الإدمحلال مفهوم الإدمحلال وانت اللي تكتب التعريب بتاعه أو مفهومه هنا بقى عكسها إيه هو بقى حالة الضعفة التي تسود بعض الدول في فترات تاريخية معينة نتيجة ضعف الملوك هو الإدمحلال ده كده مفهوم الإدمحلال إدارة تهتم بكل شؤون الزراعة في مصر القديمة هي إدارة الحقول إدارة الحقول عودة الحياة بعد الموت طبعا هيبقى كده مفهوم البعث كل ما أنتجه عقل الإنسان سواء كان مدين أو أدبيا حضارة وبرضه من المفاهيم اللي بتيجي كتير في الامتحانات بس كم بيجيب محضارة وانت تكتب المصطلح السير إلى قطال الآخرين وسلب ديارهم وأراضيهم ده مفهوم غزو مبادلة سلعة بسلعة أخرى مفهوم مقايدة وبرضه من المفاهيم اللي بتتكرر كتير وضح العلاقة بين كل من نبات البردي والصناعات المصرية القديمة برض السؤال ده من الأسئلة اللي بتتكرر كتير في الامتحانات حيث قامت على نبات البردي العديد من الصناعات المصرية القديمة مثل الورق والسلال والحصير والحبال والقوارب وده هي العلاقة اللي بتربط بينهم وبكده حبايا بنكون انتهينا من حل محافظة دميات أتمنى يا رب ان الفيديو يكون دخل عليكم بالفهم والنفع والسهولة واليسر وأتمنى لكم مزيدا من النجاح والتفوق والفلاح ولو في أي حاجة ويفت قدامكم اكتبوا لي في التعليقات وهرد عليكم بأمر الله وألقاكم في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته